في غضون ذلك هجم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة متهماً إياها بالاستمرار بانتهاك الشراكة ونسف الاتفاقيات كافة بين بغداد وأربيل منذ عشرات السنين بارزاني قال في بيان بمناسبة مرور 48 عاماً على اتفاقية 11 من أذار بين الكرد والحكومة العراقية أنذاك على منح الحكم الذاتي قال إن الجانبين اتفقاً على أن ينص الدستور على أن العراق مكون من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية لكن ما إن لبثت أن تدهورت العلاقات بين الجانبين في سبعينيات القرن الماضي مضيفاً أن بعد التاريخ المليء بالكوارث التي حلت بالكرد ما يزال نسف الشراكة مستمراً وبذهنية الإنكار يتم التعامل مع شعب كردستان حسب قوله موسيقى موسيقى